هل النادي الأهلي طلب أمين بن عمر فائل لحظة من اللحظات كان مهتم به؟ طب في حال أخيرة ما حصلش ممكن قبل ما يكون اللعب معايا من السنة فممكن يكون قبل السنة دي حصلت الله أعلم لكن أنا معايا ما حصلت تعرف كان جاله إصابة تعالج منها ورجع ممكن يكون محارة ما قبل الإصابة وارد انت عارب محمد أمين بن عمر يعني أمين بن عمر انت عارب في لعيب كبير ولعيب مثل منتخب تونس وليه اسمه وليه أرقامه وليه إنجازاته طب بشيء طبيعي أن يكون مثلا محطة عنظر أو يلفت نظر أهلي زمالك شيء طبيعي بس معايا أنا بفضل اللي كنت معاه فيها لما الأهلي ما تخطبش معه وما تفوتش بخصوصي طب بتيجي نلعب فوزير عشان أسهلها عليك يعني كم لعب من عندك هيروح النادي الأهلي السنة دي؟ من عندي بشكل عام مش لازم من مصر يعني آه مش بشكل عام هو أنا يعني أنا في المترجطين إن شاء الله فيه اتنين لعيب بحن نعرضه مع النادي الأهلي اتنين لعيبة من أفراكيا ولا من مصر؟ لا مش ما أنا بقوله حالك مسجز بكون من مصر يعني لا من أفراكيا أنا مش عايزك تقول أي جبال عشان عايزة ده شغلك آه آه من أكلم من أفراكيا من شبال أفراكيا ولا من بعيد عن شبال أفراكيا لا هو من الشمال أفراكيا مش من شمال أفراكيا مهاجمين؟ أنا الغد ما وصل لإسمه لا أنا وعدتك مش هقول أسماء ولا هنقول أندية ولا هنقول أي حاجة هو بص يعني أنا أنا بالنسبالي كحازم أنا مش بتكلم عن من الأهلي طالب إيه أنا بتكلم كحازم أنا شايف أن أنا العرضه مع الأهلي على المهاجم جناح مهاجم مهاجم جناح رقم تسعة وجناح فدول إحنا عرضه مع عضلات الأهلي ونشرف طبعا من كن في تعاون مع عضلات الأهلي نادي الزمالك؟ نتمنى للتوفيق يعني طبعا دايما طبعا أنت هتجيب لأناجل زمانك؟ ناااااا نادي الغالين أنا مش مش عايجات أنا مفيش ما طلبش ما طلبش منك في أناجل زمان؟ أنا معي القعيبة الجميع يعرف هم مين فإذا في حد اهتمام أنا أرحب إذا ما فيش اهتمام ولا فيش رغبة مش عشان اللعب عشان أمور تانية فمش هكبر حد من أتعامل مش هتكبر حد إذا طبعا أنت مش هتكبر حد يتعامل بس باللعيب اللي معايا بالفعل وماضي معايا لأنا صاحب القرار في الكصة دي ولازم يتم التعامل معايا إذا في لعب أمر يتعلق بلعب ماضي معايا ده شيء طبيعي